أسلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء على الأحداث وفي ملفنا الأول نصلت الضوء على قرار واشنطن سحب أنظمة صواريخ باتريوت من عدة دول في الشرق الأوسط مسؤول أمريكي قال إن سحب واشنطن لأربع منظومات باتريوت للدفاع الصاروخي من البحرين والكويت والأردن الشهر المقبل لا علاقة له بإيران وأضاف في تصريحات إعلامية أن القرار هو جزء من إعادة توازن القوة الأمريكية بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط وتم تعطيل منظومة باتريوت عن العمل في الأماكن المذكورة على أن يتم إعادتها للولايات المتحدة من أجل تجديدها وترقية قدراتها ومن المقرر أن يتم إعادة نشر تلك المنظومات بعد تطويرها بحلول الشهر المقبل في مواقع لم يتم تحديدها بعد صحيفة The Wall Street Journal أذكرت أمس الأربعاء أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أبلغ الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية العام الماضي بأنه حان الوقت لتقليص عزد القوات والقدرات الأمريكية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ليمكن إعادتها الترتيبها لمواجهة المنافسين العالميين أو المنافسين العالميين روسيا والصين نبدأ النقاش بعد هذا التقرير لمعاذ آدم تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية عن البدء في سحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات والصواريخ من الأردن والكويت والبحرين خلال الشهر أكتوبر المقبل خطوة سحب الباتريوت جاءت سريعة بعد خطاب ترامب الأخير في الأمم المتحدة لن تحمي أمريكا أحدا بالمجان وعلى حلفائها أن يدفعوا وقد غرد ترامب سابقا عبر تويتر نحن نحمي دول الشرق الأوسط بدوننا لن يكونوا بأمان لكثير من الوقت مع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى على أوبيك المتحكمة بالأسواق خفض الأسعار الآن وفي الوقت الذي تسحب فيه أمريكا قواعد الباتريوت يوجد في البحرين أكبر قواعد البحرية الأمريكية وأسطول البنتاجون الخامس الذي يدير العمليات العسكرية في الخليج العربي والشرق الأوسط وفي الكويت ألاف من العسكريين الأمريكيين وفي الأردن قوات أمريكية خاصة مسؤول في الجيش الأمريكي قال إن خطوة سحب الصواريخ لا علاقة لها بإيران فيما علقت رئاسة أركان الجيش الكويتي العامة في بيان لها أن السحب الباتريوت إجراء داخلي روتيني جرى بالتنسيق مع الجيش الكويتي لكن الرسالة أبعد من تنسيق تكتيكي عسكري فهي تحمل تحذيرات عميقة للسعودية وحلفائها النفطيين أن ترامب عازم بالفعل على رفع الحماية الأمريكية إذا لم تخفض أسعار النفط وابتعاد أمريكي عن الصراعات طويلة الأمد في الشرق الأوسط اللافت أن الخطوة الأمريكية بسحب أنظمة الباتريوت تتزامن مع ما لوحظ من دفع روسيا بأنظمة الأس 300 والأس 400 للمنطقة وتسابق إقليمي للحصول عليها لتصلتي مزيد من الضوء على هذا الملف أرحد معي هنا في الستوديو بالكاتب والإعلامي الأستاذ أحمد كامل أستاذ أحمد أهلا بك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث بداية هذه الخطوة الأمريكية الغامضة حول سحب صواريخ باتريوت من أجل ترقيتها ثم إعادة نشرها في أماكن لم يتم تحديدها حتى الآن كيف تقرأها؟ والله جزء من مسلسل السينما السياسة السينما والشول التي يتبعها الرئيس الأمريكي ترامب والتي تجمع نقائد والتي فيها حركات استعراضية والتي فيها تشويق والتي فيها لعب بالأعصاب والتي فيها كل شيء إلا للسياسة الواضحة فيها كل ما تشاء تستطيع أن تستخدم كل المصطلحات اللغوية الممكنة إلا مصطلح السياسة الواضحة ولكن غموض السياسة أحيانا قد يكون موجه يعني قد يكون هناك أهداف لواشنطن في هذا الغموض يعني سحب الصواريخ ربما يفسره حلفاؤها بأنه تخلي عن واشنطن لكن عندما تذكر أن ثالك السحب هو من أجل ترقية هذه الصواريخ وتطويرها القصة تختلف تماما كليا واحد ما بين السحب وما بين التطوير يعني 180 درجة النقيض ونقيض وهذا هو سلوب السياسة الأمريكية التشويقية أو اللعب بالأعصاب أو الابتزاز أحيانا ابتزاز يعني في الملف السوري كذا مرة الرئيس الأمريكي يقول سوف ننسحب وفي نفس اليوم تأتيه الأموال من الدافعين الكرماء فيقول سنبقى ثم شهر شهرين ويقول سوف ننسحب فتأتي الأموال فيبقى ربما لست متأكدا من أي شيء يفعله الرئيس الأمريكي ربما يكون الهدف هو الابتزاز والتشويق والمزيد من امتصاص الأموال ولكن هؤلاء بين قوسين دفيعة يعني تتحدث عن الكويت عن البحرين ربما الأردن أقل إمكانيات مالية يعني هؤلاء لا ينتخيل بأنه ليس لديهم إمكانيات مالية من أجل تغطية نفقات تحديث صواريخ باتريوت لديها ما دائما الشخص الجهة المعنية والدولة المعنية التي تدفع في سوريا كان التهديد بالانسحاب الذي كان يدفع هو المملكة العربية السعودية أو محمد بن سلمان تحديدا فربما تكون الرسالة لجهة أخرى والرئيس الأمريكي قبل أن يصبح رئيسا كان أوضح من الشمس قال نريد أن نشفط أموالهم شفط عملية الشفط وهو يسير في هذا الاتجاه ومن يريد أن يبقى في طبق القوات الأمريكية في سوريا عليه أن يدفع الآن حتى نقاطع هذا الكلام هذا الفعل لسحب الصواريخ مع تصريحات المسؤولين الأمريكيين تصريح قائد القيادة المركزية العام الماضي أن الوقت قد حان لتقليص القدرات في الشرق الأوسط والقوات لإعادة ترتيبها لمواجهة الصين وروسيا حتى هذا التصريح ألا يبدو فيه غموض إذا تم سحب القوات على سبيل المثال من الأردن في حين أن روسيا موجودة في جوار الأردن الشمالي وهو سوريا قمة التناقض قمة التناقض روسيا موجودة في سوريا بقوة في بعض النقاط الفارق ما بين وجود القوات الأمريكية والروسية مثلا في دير الزور هو 2 كيلومتر وجه اللي وجه يعني بشوفوا بعض بالعين المجرد وحصل صدام في بداية العام اقترب الروس والإيرانيون من النفط السوري في دير الزور ورد الأمريكيون بمذبحة قتلوا المئات المئات على الأقل الوزير الخارجي الأمريكي قال العدد ليس كبيرا كما تقولون هم 250 250 فقط هذا رقم هائل من الروس والإيرانيين ومن يعمل معهم فإذا المنطقة الساخنة هنا ليس في الصين يعني الباتريوت ماذا يفعل للصين الصين لا تهدد الولايات المتحدة الأمريكية بالصواريخ لا تستخدم القوة هي تستخدم القوة ناعمة والتمدد الاقتصادي والتمدد السياسي إذا كان ترامب وإدارته يريدون مواجهة روسيا كما تقول هذه التصريحات لقيادة عسكرية أمريكية أليس من الأحرى أن تكون هذه المواجهة في الشرق الأوسط أيضا بأن روسيا الآن موجودة بقوة في سوريا بمنتهى القوة والمنطقة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط يستحيل أن تتخلى عنها الولايات المتحدة الأمريكية يستحيل هذا السلاح إذا كان له أن يوجد فهو في بلادنا لأنه النفط هو أغلى ما تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا مرة أخرى الولايات المتحدة أخذت مناطق النفط فقط الربع الأراضي السورية التي فيها الثروات وتركت الباقي وانسيت أيضا الماء النفط والماء النهر الفرات والغاز بينهما تسيطر القوات الأمريكية على الأرض كل دجلة وكل الفرات في الأراضي السورية وكل فروع الفرات كل النفط وكل الغاز وكل الماء وكل الطاقة الكهربائية إضافة إلى محاصيل استراتيجية مثل القمح ومثل القطن التي هي في غاية الأهمية بالنسبة للشعب السوري طيب ثلثي الثروات السورية وضعت الولايات المتحدة الأمريكية يدها عليها وكل مصادر الطاقة في سوريا كلها طيب هذا التطور يأتي أيضا في سياق تطورات عسكرية أخرى لسعي دول في المنطقة لامتلاك منظومة صواريخ S-300 الروسية الدول التي وقعت عقود منها دول وقعت عقود كتركيا وقطر لشراء S-300 من روسيا الدول التي الآن تسعى للحصول على S-300 قطر، السعودية، إيران، تركيا، إسرائيل ولا واحدة من هذه الدول لا أدري إن كان لديها باتريوت على الأقل ولا واحدة من هذه الدول سحبت الولايات المتحدة الأمريكية باتريوت منها إذن هل هناك رابط بين سحب الباتريوت والدول التي تريد شراء أو استبدال باتريوت بS-300؟ بهذا المعنى قد يفهم هذا الكلام على أنه ضغط على هذه الدول أنه اشتروا سلاحنا سلاحنا هو الأفضل وهو نقدمه لكم مجانا إذا كنتم لا تريدونه فسوف نترككم لمصيركم وبالتأكيد صراحة السلاح الروسي ليس بتلك الكفاءة وأثبت في عدة مرات أخطاء شنيعة جدا فإذن هو لعب هو ابتزاز هو ليس شيء جدي لا يمكن ولا بشكل من الأشكال أن أصدق أنا كمحلل سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنسحب من المنطقة لا أصدق ذلك ختاما هل يمكن أن يكون صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية قد استشعر من بعض الدول أن مضيها في شراء S-300 هو خيار استراتيجي ولذلك قام بهذه الخطوة لتهديد هذه الدول نعم أنا أميل إلى ذلك وحتى هذه الدول أكثر من دولة منها كلامها عن شراء S-300 هو بنفس أسلوب ترامب هو أيضا ضغط على ترامب ليقول له بأننا لدينا خيارات أخرى حتى الآن ولا دولة من هذه الدول استلمت تلك الصواريخ وكل الصفقات كل الاتفاقات مع روسيا هي اتفاقات مبدئية ولا اتفاق ليس نهائي ولا واحد منهم مؤكد فإذا هو يلعب بهم وهم يردون أحيانا باللعب اتفاقات مبدئية